موسيقى هذا البرنامج برعاية الدوحة للتأمين أمن عالمك موسيقى أهلا بكم الحرائق من الحوادث التي لا يمكن توقعها إلا إذا كانت طبعا مفتعلة وهي أخطار تغطيها شركات التأمين وتسدد للمتضرر الخسائر المادية والجسدية حلقة اليوم سنخصصها لحرائق المباني السكنية وتأميناتها ومن المسؤول عن إجراء التأمين هل هو صاحب المبنى أو البرج السكني أم مستأجر الشقة وما هي النزاعات التي يمكن أن تنشأ مع شركات التأمين في حال حدوث حريق والبداية كالعادة أخذكم فيها مع أبرز أخبار التأمين لهذا الأسبوع فردت السلطات البريطانية غرامة قياسية قيمتها 117 مليون استرلين على مجموعة لويدز المصرفية لفشلها في التعامل مع العملاء بصورة عادلة وبسبب شكاوى العملاء من سوء بيع منتج تأمين الحماية على الدفع الذي فرد على بعض العملاء وتم تحميلهم قيمته من دون معرفتهم المسبقة وذلك بين مارس 2012 ومايو 2013 في الإمارات أفادت هيئة التأمين بأنها تلقت 739 شكوى تتعلق بالتأمين على المركبات خلال الربع الأول من العام الجاري تمثل 97% من إجمال الشكاوى التي تلقتها في جميع فروع التأمين والبالغة 762 شكوى مشيرة إلى نجاحها في تسوية 95% من هذه الشكاوى خلال ثلاثة وخمسة أيام عمل أطلقت دبي برنامجها للتأمين الصحي للمواطن سعادة الذي يصل فيه الحد الأعلى لاستهلاك إلى نصف مليون درهم للمؤمن عليه في السنة الواحدة والبرنامج الذي يستهدف نحو 130 ألف مواطن في الإمارة يغطي استشارات العيادات الخارجية والفحوص المتعلقة بها والإقامة في المستشفى والبرامج الحمل والولادة وعلاج أمراض الأسنان والأدوية والعلاج الطبيعي والحالات الطارئة في مصر تدرس الرقابة المالية إصدار بواليس تأمين لعملاء التمويل متناهي الصغر من أصحاب المشروعات والحرف البسيطة بعدما تم الترخيص لنحو 600 جمعية أهلية تمارس هذا النشاط وتم الترخيص لأول شركة تعمل في التمويل متناهي الصغر الشهر الماضي بينما تجري دراسة منح الترخيص إلى شركتين إضافيتين خسار الحرائق كبيرة جدا وفي معظم الأحيان لا يكون المتضرر راضيا عن التعويض فيما شركة التأمين تقول إنها قامت بواجباتها وأكثر وأن من يطالب به المتضرر لم يكن قد أفصح عنه في الأساس مع دخول فصل الصيف تزداد الحرائق التي تشتعل هنا وهناك من وقت إلى آخر الأسباب قد تتعدد وتكثر ولكن النتائج غالبا ما تكون وخيمة مكلفة لكل الأطراف فلا تتوقف على خسائر مادية تتعلق بالممتلكات بل قد تتعده إلى أرواح البشر وإرهاق شركات التأمين بمبالغ طائلة مسؤولنا في قطاع التأمين قالوا أن حرائق البيت والأبراج التي تحدث في أماكن متفرقة من العالم العربي أرهقت موازنات شركات التأمين ودفعت مؤسسات عادة التأمين إلى التشدد في تجديد العقود والاتفاقيات وحسب تقدير الخبراء في القطاع فإن شركات التأمين تحتفظ بنحو 39% من أقصات التأمين على الحرائق بينما تحاول 61% منها إلى شركات الإعادة وتتحمل الأولى نحو 1% من قيمة هذه المخاطر وتشير الدراسات إلى أن التأمين على البيوت والوحدات السكانية يبقى في الدول العربية ضعيفا جدا مقارنة بالدول الغربية إذ أن نسبة التأمين على الممتلكات العقارية ومحتوياتها بلغت 6% بنهاية العام الماضي فيما تبين أن نحو 94% من سكان العالم العربية لا يملكون أي نوع من التأمين على منازلهم أو محتوياتها في حين يتمتع 76% من سكان المملكة المتحدة على سبيل المثال بنوع من التأمين على منازلهم نسب تطرح أكثر من سؤال عن الوعي التأميني في الوطن العربي نتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفي في استوديو البرنامج بداية أرحب بسيد وليد الجيشي وهو رئيس مجموعة المعاينون العرب الدولي أهلا ومرحبا بك معنا ومعنا أيضا في استوديو البرنامج السيد أيمن الحوت وهو نائب الرئيس التنفيذي في شركة السقر الوطني للتأمين أهلا ومرحبا بك نفتح الحديث بداية عن مفهوم الحرائق الذي تغير وتبدل بحسب تغير مواصفات البناء وشكل البناء عندما نتحدث عن أبراج سكنية عالية تصل مداها إلى ناطحات السحاب تقريبا فنتحدث عن أخطار حريق أكبر هل لك أن تطلعنا بداية سيد وليد عن حجم الأضرار التي بدأت ترصد شركات التأمين أو المعاينون أكثر عن الأبراج السكنية التي تفوق التصور؟ لا شك هناك تغير في نوعية الأخطار وانكشافها لإحتمالات تحققه بالنسبة للأبراج لأسباب عدة السبب الأول أن البرج يصممه الإنسان ينفذ بناءه الإنسان يقوم على صناعته الإنسان ويستخدمه الإنسان إذن نحن في الحلقة الأولى والأخيرة في احتمالات الخطر وتحققه مسؤول عنها الإنسان أي خطأ في التصميم يؤدي إلى نتائج سيئة أي خطأ في التنفيذ يؤدي إلى نتائج سيئة أي خطأ في الاستعمال أو الصياني يؤدي إلى نتائج سيئة وقد لاحظنا في الأولى الأخيرة نظرنا لتعدد المباني المتعددة الطوابق أن هناك حرائق تحصل نتيجة أشياء بسيطة أنا أعزوها إلى خطأ الإنسان المبنى المتعدد الطوابق لديه احتمالات القصر الكهربائي هناك احتمالات فعل الإنسان الغير متعمد في كل مبنى متعدد الطوابق المباني المرتفع والعالية هناك ما يسمى المنور أو باللغة الإنجليزية الشرط لسوء الحظ أن التصاميم لدينا تعطي شبابيك تطل على هذا المنور وهذا الشرط فأحد السكان بكل بساطة قد يلقي أوراق فضلات ثم عقب سيجارة هذا واجهناه في خلال الشهر الماضي ثلاث مرات في مباني متعدد الطوابق هذا بعض الأمثلة سنتحدث عن أمثلة أخرى لكن ننتقل أيضا إلى جانب شركات التأمين مؤخرا تحديدا فيما يتعلق بالأبراج السكنية الشاهقة هل تجدون أن المسؤولية في النهاية تقع أكثرها إما على خلل في التصميم أو قصر في المواصفات البناء أو حتى عدم وجود شروط سلامة وأمان في المبنى أم أغلبها أغلب الحرائق بعد تقرير الدفاع المدني يعود سببها إلى أخطاء بشرية تتعلق بالسكان نفسهم الذين إما برمي عقب سيجارة أو ربما حتى بافتعال أو شعال حريق بسيط في المنزل الحقيقة الأسباب متعددة وتشتمل على جميع هذه الأمور مع بعضها ولكن لا يمكن الإخفال إضافة إلى التصاميم والأشياء الإنشائية وتبديدات الكهرباء بشكل خاص العامل البشري اللي هو عامل التدخين مثلا أو بدء الحريق نلاحظه يبدأ في معظم الأحيان في المطبخ عندما تكون السيدة تحاول تقوم بعملية الطبق و تقلي بالزيت مثلا فهي من الأمور الشائعة والأسوأ منها الذي لا يعرفه الشخص هو أنه عند إطفاء مثلا حريق بالزيت يستعملون للمطفقة الحريق وهو خطأ شائع يجب عليهم استعمال يسمونه فاير بلانكت نعم يعني أيضا يجب أن يزود المطبخ أو حتى مرافق المنزل بمعدات خاصة يعني يجب أن يكون التنبيه أو شروط السلام متوفرة حتى عند سكان الشقة يعني سواء من الطفل وحتى عاملة المنزل أو ربات المنزل صحيح لأن العامل الأساسي بمكافحة الحريق هي مكافحتها باللحظات الأولى وفي حال خرجت عن طوع المكافحة باللحظات الأولى وعملة سبريد انتشرت يصير من الصعوبة بإطفاءها بشكل ملائم أتوجه لك من جديد سيد وليد نتحدث عن شكل آخر أيضا ربما لا ندركه ويتسبب الحريق من يقوم بعمل بخور في منزله ومن يقوم بنعم هناك أو حتى يدخن الأرقيلة في منزله نهيك عن استخدام قوابس كهرباء ربما رديئة الصنع غير أصلية كل ذلك أيضا يتسبب في بداية اشتعال الحريق كما أسلفنا نحن في مجال إدارة الخطر دائما نقول أن الحلقة الأولى والأخيرة هي الإنسان في موظم الأحيان ما عدا الأفعال طبيعة كالزلازل والبراكين والعواصل كما تفضلت قضية البخور واحدة من القضايا الشائعة ومرت علينا قضايا سيدة تضع البخور في خزانة الملابس لتبخير الملابس وتنسى الموضوع يشتعل ويؤدي إلى حريق كامل للمبنى أو للشقة أو للفيلا ليست مواضيع التدخين وحيدة تأخذ لأن هناك قياس علمي وكيميائي لدرجة الحرارة والوقت اللازم لإشتعال المادي فإذا كانت السيجارة غير معرضة لتيار أكسجين وليس بجانبها قطن مثلا وعملية الاحتراق ضئيلي غير متوقعة فليس بالضرورة أن تكون أنا تحدث عن أنت البسيطة لكن أكيد الحرائق تتسبب بها أيضا أسباب أكثر جدية أخطر منه كنت في أحد المولاد مركز تجاري وفجأت بأن أصحاب الدكاكين والمحلات في المحل التجاري يضيفوا سوكت كهرباء نعم أشوائيا حتى أن أحدهم يغفل الساعة الكهربائية لأن إذا صار فيه شورت يتسكر تلقائيا تقطع لتالك كهرباء فهو ما عجبها الحكي وقفها عن العمل نعم فكما أن يرجع والإنسان هو أيضا يعني يجب أن تكون هنا لك المعلومات متوفرة أعود لك سيد أيمان تحدثت عن كيفية إطفاء الحرائق لكل حرق طريقة لإطفاءه ويجب أن يكون معزز المنزل بمرفق ربما أو حتى بلوحة تفسر كيفية الإطفاء هل تعتقد أنها تتوفر الآن في المباني والأبراج؟ بمعظم الأبراج السكنية متوفرة بشكل إجباري خاصة الأبراج السكنية الحديثي أما بالعمرات الأقل عدد طوابق أقل أو ممكن بالفلال قد لا تكون توفرة لأن بالأبراج السكنية في عندك صيانة عامة في شركة في مؤسسة مسؤولة عن الصيانة العامة ومن مواجباتها التأكد وبشكل دوري من فعالية كامل أجهزة الإطفاء في المبدأ أما العمد نتقل لفلالات أو مجمعات سكنية أقل فهون يجب الانتباه لهذا الأمر بشكل جدي سنناقش معك طبعا كيف بلغت خسائر الحرائق وكيف يتم احتسابها بالنسبة لشركات التأمين وكيف تقررون على من تقع المسؤولية سنتحدث أكثر عن شروط المعاينة وكيف تتم أيضا وتطورت في المنطقة والعالم لكن مشاهدين عدة حرائق تعرض لها أبراج سكنية في دبي تحديدا العام الماضي كيف تم التعويض على أصحابها؟ منها قصة عارف هلالة سنتعرف إليها بعد القاصل هذا البرنامج برعاية الدوحة للتأمين أمن عالمك هذا البرنامج برعاية الدوحة للتأمين أمن عالمك عارف هلالة احترقت شقته من ضمن برج كامل في منطقة أبراج بحيرات الجميرة في دبي لنتابع قصته معا اندلع الحريق في البناء في الثانية فجرا وكان معظم الناس نياما وقتها فخرجنا من الشقة فورا بعد أن سمح لنا بالعودة إلى المنزل اكتشفنا أن نصفه مدمر جراء الحريق شقق البناء كانت مؤمنة بموجب بوليسة تأمين وكان المفروض أن تصلح شركة التأمين البناء وهذا الأمر لم يحصل بعد لم نحصل بموجب البوليسة إلا على تعويض نزوح لشهر واحد مع تعويضات إطعام بسيطة ولم نحصل على أي تغطية تأمينية إضافية أنا شخصيا لست راضيا عن طول مدة إصلاح المبنى من قبل شركة التأمين وآمل أن تتحسن الأمور من الآن فصاعدا لقد تكبدنا خسائر هائلة نصف شقة احترق بالكامل بما في ذلك الأثاث وممتلكاتنا وأغراضنا الشخصية كما أننا لازلنا ندفع إيجارا ونتكبد الخسائر حتى اليوم نتحدث عن جزء من قصة هذا الشخص مع ضيفينا من جديد عندما أكون أنا قاتل لأحد المباني السكنية ولا أعلم أبدا بأن تكلفة احتراق ممتلكاتي لن يسددها شخص آخر أبدا لا شركة التأمين ولا صاحب الببنى المسؤولية على من؟ هل يجب أن أتنبه في بداية توقيع العقد إنذا كان مشمولة ممتلكات الداخلية ضمن بوليسة تأمين المبنى بالكامل أو لا؟ يبدو أنه يعيش في مبنى سكني كامل وبالتالي مسؤولية تأمين المبنى هي لأصحاب المبنى وبالتالي يؤمنون على المبنى وتجهيزاته من مولدات كهرباء إلى تمديدات كاملة كل صاحب شقة لوحك لا صاحب المبنى يؤمن على كامل المبنى ما عدا مقتنيات كل شقة مقتنيات الساكن هي مسؤولية الساكن لأن كل ساكن مسؤول ويعرف ما هي مقتنياته هل هي مكلفة جدا؟ لا إنها ليست مكلفة على الإطلاق وبالتالي يجب أن نفرق ما بين الساكن ومقتنياته وما بين المبنى بحد ذاته فالتأمين لا يشمل مقتنيات السكان هذه بالدرجة الأولى رقم الثاني لاحظت بالتعليق على الكلام المتضرر أنه ينتظر من شركة التأمين أن تقوم بالإصلاح وأن شركة التأمين قد تأخرت بإصلاح المبنى يجب أن نوضح أن شركة التأمين لا تقوم بالإصلاح إن واجب شركة التأمين هو التعويض عن الأضرار وبالتالي أي تأخير بعملية الإصلاح يعود على صاحب المبنى بحد ذاته وليس على شركة التأمين فيجب عدم لا أريد أن ندافع عن شركات التأمين ولكن هذه هي الحقيقة سيد وليد طبعا تلجأ لكم شركات التأمين لمعرفة إذا كانت هذا المبنى عند حدوث حريق لا سمح الله ستكون تكلفة التعويض قليلة أو كثيرة هل بالفعل تتبين لديكم فروقات واضحة بين بناية أو برش سكني ممكن في حال اندلاع حريق التكلفة باهظة جدا وما هي الأسباب هذه واحدة من مشاكل إدارة الخطر التي تلام عليها شركات التأمين يلام عليها الوسطى ويلام عليها أصحاب المصلحة التأمينية من أصحاب المباني والممتلكات المؤمن له قد يسعى إلى تخفيض القسط فيؤمن بمبلغ أقل من إعادة البناء الوسيط يسعى لكسب الزبون وإرضاءه بأي شركة شركة التأمين وهذا سمعوا لي نوجه نقد حاد إلى صناعة التأمين العربي بشكل حاص لقد قضيت عمري في صناعة التأمين وليس أحب إلي منها لكن لا زال صناعة التأمين العربي تحبو ليس لدينا مدرسة تأمينية واحدة منسجمة ما الذي ينقص تحديدا فيما تعليق بمنتجات أو ببوليسة تأمين الحرائق؟ اكتواريين فنيين الذين يديرون العملية التأمينية يحتاجون إلى قولبة تتناسب مع البيئة العمل مع دراسات احتياجات السوق الوعي أيضا للجمهور دراسات إدارة الخطر وليس يجلسون خلف المكاتب للاكتتاب ثم أن الذين يكتتبون يكون اليوم في هذه الشركة بعد ثلاث أشهر في شركة أخرى ثم في بلد آخر وهذه واحدة المشاكل ما الذي يحصل في عملية كالمبنى الذي أشرنا إليه؟ صاحب المصلحة التأمينية في المبنى هو صاحب المبنى أو أصحاب المبنى لأنه في ناس يدفعون تمن الشقق ويشترونها صاحب المصلحة التأمينية في المحتويات مثل ما تفضل الأستاذ هو صاحب الملك صاحب الممتلكات لا يجد لصاحب المبنى يؤمن عن المتلكات المؤمن له المستأجر لأنه ليس له مصلحة تأمينية لكن هناك مصلحة تأمينية إذا كان هناك تقصير يحاسب عليه القانون جزائيا يكون في مسؤولية قانونية نتمنى السلامة للجميع طبعا نحن نحاول أن نضع المشاهد على بداية الطريق وكيف يمكن أن يتحرى الخطر أو يدقق فيه من البداية وأشكركم ضيوفي في استوديو البرنامج سيد وليد الجيشي وأنت رئيس مجموعة المعاينون العرب الدولية وأيضا أشكرك سيد أيمن الحوت وأنت نائب الرئيس التنفيذي في شركة السقر الوطنية للتأمين شكرا لكم في شهر مارس الماضي تم تعيين محمد بن سليمان الحسين أمينا عاما لمجلس الضمان الصحي التعاوني السعودي الذي يشرف على تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني لنحو 9 ملايين و600 ألف منتسب من سعوديين ومقيمين وأمام الحسين تحديات المهوض بالقطاع والحسين جاء إلى الصحة من عالم الاقتصاد وهو حاصل على دبلوم في التأمين الصحي الاجتماعي وكان قد تولى عدد من المناصب القيادية منها مستشار مالي لوزير الصحة كيف يصف الحسين تجربته وماذا يقول عن التحديات التي تنتظره هي البدايات نعم في القطاع الصحي أنا الحقيقة يعني أنا في البدايات عمري أبدا ما كان عندي توجه القطاع الصحي لا فكرا ولا دراسة أنا كنت خريجي اقتصاد وكان توجهي في أول ما تخرجت أنه أنا كنت في قطاع نوعا ما لا علاقة بالقطاع المالي والسوء الاقتصادي ولكن شاءت الأقدار أن يكون في وظيفة في أحد مستشفيات المملكة فانضميت لها لمدة ثلاثة شهور كانت هذه الفكرة ولكن هذه الثلاثة شهور استمرت من عام 88 إلى حد عام 2015 لحد اليوم اليوم تجد نفسك أمام تحدي كبير جدا كدماء شابة المملكة تشهد تطور واضح جدا تغييرات هيكلية واضحة هل تجد أنه أمامك أنت كشخص تحدي أيضا أن تثبت نفسك في هذا المجلس أم أن تقدم أكثر للشارع السعودي في القطاع الصحي؟ أنا لا أعتقد أن القضية قضية تحدي شخصي لأن الوظيفة ليست لشخص هي مهمة الحقيقة وأنا لا أعتبر عموما أن تعييني أو تعييني غيري الآن بالذات مع تغيير الفكر الحقيقة في المملكة وتغيير نمط العمل بشكل عام أن القضية ليست قضية شخصي قضية مهمة ولا يمكن أن أنظر لوظيفتي اليوم على أنها تشريف هي الحقيقة التكليف هي مهمة مهمتي الحقيقة أني أحقق ما بدأناه أنا من الناس الذين بدأوا في المجلس من دين ون فهدفي الحقيقة أنه ما بدأنا أنه نكمله ونكمله على أفضل وجه نغطي كل الشرعيح المطلوب نغطيها ونغطي كل الشرعيح التي تتمنى أن تكون تعتمين صحي في السابق وفي ظل تغييرات مفتوح لكم الباب حتى تقدموا أي ربما من تشريعات جديدة في حياة ربما أو في عهد جديد في المملكة ما الشيء الذي كنت تتمنى أن تعطى لك فيه الفرصة حتى تقوم بتغييره اليوم فيما يخص التعمير الصحي والله أنا أعتقد أنه ما عندي مشكلة شيء ما لم أعطييه أنا أعتقد أن الآن البيئة خصبة للعطاء بصراحة لكن هي البيئة تتطلب جهد حتى تأخذ يجب أن تقنع من تريد أن تأخذ من لماذا هذه الخدمة ولمن وكيف إذا حققنا هذه المعادلة أعتقد أنه سنأخذ كل شيء فما في عائق الآن بأنه هذا شيء مرفوض ما في شيء مرفوض ولكن شيء مقبول وغير مقبول ويعتمد على من يقود التقديم في الملجزة الضمار الصحي نحن نقود التقديم فأعتقد أنه نملك أنه نجيب الإجابة بنعم وقد تكون الإجابة بلا لأنه نحن نبررها بشكل صحيح حتى ننظر إلى أي شعب إلى أي أمة بأنها متقدمة حضاريا ننظر إلى الخدمات التي تقدمها على المستوات الأساسية لمواطنيها هل تعتقد أن السعودية بما كانتها العالمية تستطيع أن تقول أنا اليوم في القطاع الصحي أمنت لمواطني كل ما أريد أم أنه لسه ينتظركم المزيد الوعي يغيب الوعي باعتقادك فيما يتعلق بالتأمين الصحي والله لا يمكن نقول أن التأمين الصحي وصل الوعي فيه إلى مرحلة عالية الوعي بشكل عام في التأمين الصحي وعي متواصل يعني إحنا في المجلس بدأنا تقريبا تأمين فعلي عام 2006 وانطلقنا أو أطلقنا حملة إعلامية كانت الحملة الإعلامية هدف الرئيس توضيح للناس أنه الآن فيه تأمين صحي اليوم أصبح عندنا حملة بشكل مختلف حملة هدفها التوعية بما لك وما عليك فاختلفت عن الأولى والشيء الثاني توجه للحملة الأولى كانت للقلوات الإعلامية الرئيسية من صحب ومجلات وتلفزيون اليوم معظم تركيزنا صار على نيو ميديا فقضية التوائم مع المتغيرات أكيد أنها نتيجة لأن المجتمع أدرك أنه يجب أن يكون هناك تغيير يجب أن هناك توائم بمتطلباته ففي وعي في تغيير مهمتنا كأجهات إشرافية أنه نتوائم مع هذا التغيير ومع هذه المتطلبات المتزايدة حقيقة ما هو الإطار الزمني الذي يضع اليوم محمد الحسين لنفسه حتى يقدم الأفضل وهو يعلم جيدا بأنه لن يمنع شيء من التقدم ولكن ربما الوقت يكون عامل تحدي أكثر والله إحنا حقيقة وضعنا خطة سراتيجية للمجلس العام 2020 ولكن هذا إطار عام أنا بالنسبة لي إطار العام بالنسبة لي كل يوم لم أنجز فيه أعتقدني أني خسرت وإلى نصائح أيمن الحوت لأفضل تأمين وحماية من أخطار الحريقة احتفظ بالمستندات الهامة والمجوهرات في خزنة مقاومة للحريق اطلب من وكيل التأمين بوليسة تغطي جميع الأخطار وأن يشرح لك كافة الاستثناءات تأكد أن عقد التأمين يغطي مسؤوليتك تجاه الجيران والأطراف الأخرى جهز لائحة بمحتويات المنزل كافة مع تحديد قيمها لتكون جزءا من عقد التأمين أعلم شركة التأمين بمقتنياتك من الأعمال الفنية والتحف الثمينة واحتفظ بصور عنها بهذا مشاهدين نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية لقائنا الأسبوعي من برنامج تأمين سعدت بصحبتكم للمزيد من المتابعة يمكنكم إلقاء نظرة على حلقات تأمين عبر موقعنا الإلكتروني cnbc.arabia.com وكذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك إلى اللقاء هذا البرنامج برعاية الدوحة للتأمين أمن عالمك